كل المؤشرات بتقول أن هناك حمامات دم سوف تتدفق في قلب الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر القادم هكذا تحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وقلب الحرف الواحد خلي بالكم يا جماعة لو أن دونالد ترامب لم يفز في الانتخابات هيبقى وقتنا سودع في الإشارة طبعا للتصرحات سابقة لدونالد ترامب أن هو هيخلي أمريكا كلها حمامات دم في حالة عدم فوزه لأن عدم فوزه معنا ذلك أن هناك تلاعب في الانتخابات طبعا الكل دلوقتي متحسب نحن حاليا دلوقتي في شهر أغسطس باقي من الزمن أغسطس سبتمبر أكتوبر يعني باقي ثلاث شهور بالزبط إيه اللي هيحصل؟ وإيه التصرحات اللي عملها أو أطلقها جو بايدن رئيس أمريكا؟ وماذا يحدث في قلب الولايات المتحدة الأمريكية؟ ده اللي نحن هنتوقف عنده خلال الحلقة ديت لكن قبلها شير ولايك للفيديو دوكم منتك الجميل أنا أحمد عبدالهيري وإنت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جبنا حضراتكم في قلب مساحة الفضاء الخضراء ديت عشان نستمتع مع بعضينا بالجو المحيط لكن ده برضو زي ما قلت لكم في حلقة سابقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الجو الجميل دي نسينا أن احنا نقول لحضراتكم أن احنا فتحنا باب العضوية المنتسبة في قلب قناة مصر العضوية المنتسبة ديت داعمة لقناة مصر على المستوى المادين وإحنا عاوزين نطور قناة مصر والأرباح اللي بتجلنا من اليوتيوب ثلاثة تعريفة على الرأي المصريين وبناء علي تطوير قناة مصر بيتوقف على حضراتكم من خلال الاشتراك في العضوية المنتسبة اللي تفاصيلها موجودة في الرابط اللي احنا تركناه لحضراتكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت في انتظاركم بقى ما تخزلوناش يا جماعة عهدنا بكم دائما دعمنا بسفة مستمرة في وقت سابق من هذا العام كان المرشح الحالي دونالد ترامب اللي هو رئيس أمريكا السابق حذر من أنه إذا خسر الانتخابات فسيكون هناك حمام دم ودي التصريحات جو بايدن والحملة بتاعته أدنوها وقالوا أن الرئيس السابق يحرض على العنف السياسي دونالد ترامب قال خلي بالكم يا جماعة بصهم أنا هفوز في الانتخابات في كل الأحوال الحاجة الوحيدة اللي تخلي تخليني ما فوزش في الانتخابات ديت هي التلاعب في الانتخابات وانا مش هسمح بالكلام ده يعني معنى زلك ايه يعني معنى زلك سعدتك اساسا انت لو ما خلتش دونالد ترامب يكون رئيس لأمريكا أمريكا هتبقى عبارة عن حمام دم فكرنا حضراتكم اللي حصل في عشرين عشرين لما أنصار دونالد ترامب في أعقاب هزيمته في الانتخابات اجتاحوا منطقة الكابيتال اللي فيها الكونجرس وفيها مجلس الشيوخ الأمريكي اجتحوها آلاف آلاف هادرة اكتسحت المنطقة ديت لدرجة انه هما اقتحموا البرلمان الأمريكي وضمروه وسرقوه ونهبوه كانوا بيتريقوه على شعوب الدول العربية في 2011 اللي اجتاحت المنشآت العامة وبالذات ما حدث في قلب الدولة المصرية اجتياح لكل المنشآت العامة اجتياح واقتحام للسجون واللئسام اقتحام لوزارة الدخلية اقتحام لمباني كتيرة جدا وتم السيطرة عليها وتم نهبها وتم تدمرها بشكل غير عادي لدرجة انهما اللي هما قيادات البيت الابيض قالوا ده احنا حصينا كأن احنا في دولة من دول العالم النامي يا حلولي على الرغم من ان ذلك الذي حدث في قلب الدولة المصرية كان بتخطيط من امريكا الا ان ما حدث في قلب امريكا لم يكن ايضا لم يكن بالمرة من تخطيط اي من الدول العربية لمؤاخزة يعني بوازع من السكان بتاعكم بوازع من الشعب بتاعكم فانت بناء على اي اساس بتقول كأننا في دولة من دول العالم النامي دول العالم النامي عملت الكلام ده بناء على تعليماتكم بناء على القوى الارهابية اللي انتوا عقدتوا معها الصفقات القزرة فقاموا بتنفيذ عملية الاقتحام اللي حصلت سنة 2011 انما ماذا عن الشعب الامريكي لمؤاخزة اخوانا ده احنا حصين كأن احنا في دولة من دول العالم النامي يا حلولي لا يا بابا ده أنت اللي بدعت المسألة دية شفنا المهازل شفنا الفضايح شفنا حقيقة الديمقراطية المزعومة شفنا حقيقة الثقافة المزعومة اللي بيتفشحروا بيها علينا طبعا كانت في ضيحة بجلاجل إلى درجة أني باعترف كل الخبراء والمختصين وقادة وساسة أمريكا دية كرسة وجهتها أمريكا لأول مرة في تاريخها طبعا أنا أعرف أن تاريخها 3-4 أسابيع ولا حاجة فاللي حصل بقى حضراتكم طبعا كان بمثابة فضيحة وعلامة فارقة في تاريخ أمريكا دونالد ترامب خلال ترشحه دلوقتي بيقول خلي بالكم أنا لو ما فستش في الانتخابات هجب عليها وطيها وها هو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يحذر من ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في تصرحات صحفية خلي بالكم يا جماعة أنا بحذر من أن دونالد ترامب يستعد لتحدي نتائج الانتخابات مرة أخرى كما فعل في 2020 وقال جو بايدن أنه لا يسق في حدوث انتقال سلمي للسلطة الكلام ده قالوا ليه أنا مش واسق أن من الممكن يحدث انتقال سلمي للسلطة يعني في حالة عدم فوز دونالد ترامب يبقى معنى ذلك أنا مش هقدر أسلم السلطة سلميا من الممكن أن دونالد ترامب ينفذ كل تهديداته بس استنوا بقى سنة يا واحدة برضو يعني أنا مش واسق في حدوث انتقال سلمي للسلطة يعني أنت واسق أن كاميلا هاريس هي التي ستفوز بالانتخابات هلأ شققت عن صدره هو أنت قرأت الواقع يعني معنى ذلك أنت بترتب الأحداث أنت أيضا من أجل فوز كاميلا هاريس اللي هي المرشحة في مواجهة دونالد ترامب يعني معنى ذلك أنت بتنهد الأجواء في سبيل أنك أنت تنقل السلطة بالتزوير بلا شفافية لكاميلا هاريس لأن التصريح ده أيضا بيعني ذلك معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن يحدث في أمريكا محاولات ومخططات لتزوير الانتخابات لصالح كاميلا هاريس دونالد ترامب لو جه رئيسا للانتخابات هيالي بالطولة على دماغ الكل من الذين حاولوا الانتقام منه عن طريق القضاء الأمريكي حاول أن هم يحكموا دونالد ترامب عبر قضاء فاسد ومزور ده على فكرة دونالد ترامب هو اللي قال كده قال أنهم يستغلون القضاء الأمريكي من أجل تصفيت الحسابات ضد الخصوم مش إحنا اللي بنقول كده لنحن لا نملك ذلك إنما دونالد ترامب هو اللي قال ذلك وبناء على دونالد ترامب قال أن هم استخدموا القضاء من أجل تصفيت الحسابات ضد الخصوم في الإشارة طبعا أن هم ورطوا في مئات بل آلاف القضايا إلا أن القضاء الأمريكي قال لا الراجل محمي بقوة القانون ولا يسأل بعد انتهاء الولاية بتاعته عما أصدره من قرارات لأن قرارات كل رئيس يجب أن تكون محصنة إلى درجة النجو بايدن بدأ يتحرك في مشروع قانون هيعدل به الدستور الأمريكي بمقتضاه إن أي رئيس أمريكي ما يكونش محمي بعد ما تنتهي ولايته برضو عاوز ينتئم من دونالد ترامب في آخر الشهور بتاعته دونالد ترامب عارف الكلام دا كله والديمقراطيين عارفين الكلام دا كله بيخططه له الجمهوريين أيضا عارفين الكلام دا دونالد ترامب عارف الكلام دا ولذلك أطلق التحذيرات بتاعته قلب الخرف الواحد لو أنا ما فزتش يبقى معنا ذلك هخليها حمام دم ليه؟ الراجل واثق من أنه هو هيفوز الراجل عارف كواس جدا أنه هو هيفوز لكن في حالة عدم فوزيوب أنت معنا ذلك لعبت في صندوق الانتخابات ولعبت في حاجات كثيرة جدا ولعبت في عداد عمرك ولذلك جو بايدن بيقول أنه لا يثق في حدوث انتقال سلمي للسلطة إذا خسر الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر موعدها في شهر نوفمبر القادم وقال إن تصرحات المرشح الجمهوري التي تشير إلى أن الطريقة الوحيدة التي قد يخسر بها هي إذا سرقت الانتخابات منه هكذا تحدث دونالد ترامب وأشار له جو بايدن دونالد ترامب بيقول لو أنا خسرت الانتخابات يبقى معنى ذلك الانتخابات سرقت يعني معنى ذلك أنت زورت يعني معنى ذلك أنت راجل فاسد يعني معنى ذلك أنت سخرت القضاء لمصلحتك يعني معنى ذلك أنت لعبت في السندي يعني معنى ذلك أنت ما عندكش أساسا ديمقراطية كما تزعم طبعا الفضيحة بجلاجل وقال انظروا إلى ما يحاولون الآن أن يفعلوا في الدوائر الانتخابية المحلية حيث يضعون أشخاصا في ولايات سيحسبون عدد الأصوات فيها جو بايدن متدايق أن دونالد ترامب حاطت ناس عشان تراقب عدد الأصوات عشان يحسبوها عشان ما يحصلش أي نوع من التزوية طب أنت متدايق ليه؟ دحق الراجل طبعا متوقع حمام دم في أمريكا لأن دونالد ترامب لو لم يفز بالانتخابات هيجيب عليها وطيها زي ما هو قال اللهم لا شماتة وعلى رأي الفنان عاد الإمام لكن احنا شمتنين